اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او اختلف معايا وعرضوا في هذا الرأي نبدأ بالجزء الاول النهاردة الكلمات يعني في كورس الالماني اول حاجة معنا النهاردة يعني لعبة كمبيوتر تعني انترنت يعني هواية داس هندي معناها تليفون محمول داس وات وتجمع على وورتا معناها كلمة داس وورتابوخ كمعها وورتابوشة معناها قموس دا كمبيوتر يعني كمبيوتر دا كوجل شخيبة يعني ألم جاف نكمل مع بعض الكلمات داس جلد معناها انقود دا غايزة فوغة يعني دليل سفر أو دليل للرحلات دا شلوسل يعني مفتاح دي فاكات فاكات يعني تسكرت سفر دي هاوس اوفقاب جمعها هاوس اوفقاب معناها واجب منزلي دي تسايت تجمع على دي تسايتن معناها وقت دي فلت جمعها فلتن معناها عالم أخيرا دي فغايت سايت فغايت سايتن يعني وقت الفراغ ننتقل الآن للجزء الخاص بالكمنيكاتسيون المحادثة ام جشبغيشت سوشتمن فيداش بغيشن ونفهنين زي ما قولنا ازاي وفاحد وانا بتكلم معها اسمنا محادثة اتفق معاه في الرأي او ازاي اختلف معايا اول حاجة جشبغيشت سفاشن فغايندن محادثة بين الاصدقاء اتنين اصدقاء بتكلم مع بعض هنشوف واحد بيقول له هل لديك وقت اليوم قلنا لما الفعل يجي في الاول كده بين الترجمة العربية شباب قلنا بهل هل لديك وقت اليوم لو عندي وقت هقول له ايه موافقه في الرأي با زي ما قولنا بقول يا نعم يا ايش هب هويت متاجد سايت النهاردة عندي وقت ايه اضوه سؤال اخر هل لديك المال بحوزاتك يعني معاك الفلوس معاك النقود ناين قلنا ايه ناين عكس يا معناها لا كده انا ايه بختلف معي او باقي باقي بمفي ايش هب داس جل نشت دا باي يعني ايه ليس لديك المال المال او الفلوس مش معايا ناخد محادثة اقرأ محادثة بين الاصدقاء ايضا واحد بيقول لي هاست دو هويت كاينت سايت اليس لديك وقت اليوم تعلمنا من شوية كاينة افتكرنا مع بعض قلنا ايه اداة النف في الاسم النكرة كلمة سايت اسم نكرة اداة هاديف عشان كلابا فيها باي قاينة يعني انت مش عندك وقت النهاردة ليس لديك وقت اليوم بجاوب اقول دخ بلا دخ معناها بلا ايش هب هويت اب انت سايت النهاردة بالليل انا عندي وقت هست دو داس جل دا باي سوال اخر معاك الفلوس ناين لأ توت مياع لايد قلنا معناها ايه للأسف للأسف مش معي او يؤسي فني ننتقل للآن الجزء الخاص بالقراماتيك القواعد وهنتعلم فيه انتشايدونج في غاجن يعني الاسئلة التقريرية اللي هي السؤال بالفعل يعني اللي بنجاوب عليه بيا او ناين او دخ وازاي استخدمها بشكل صحيح وايضا هنتعلم داس موضع الفرب مشتن الفعل مشتن اول حاجة معنا في غاجم الدين فاب يعني السؤال بالفعل في غاجم الدين فاب السؤال بالفعل اللي بجاوب عليه بيا او بناين تشوف مع بعض شبيل استدو جان فوسبل هل تحب لعب كرة القدم قلنا لما جاسأل بالفعل يا شباب بعمل ايه بجيب الفعل رقم واحد الفعل بيجي رقم واحد في الجملة وبيترجموا باللغة العربية الى كلمة هل شبيل استدو جان فوسبل هل تحب لعب كرة القدم قلنا بنجاوب عليه بحاجتين اما بيا زي ما شايف قدامي اقول ايه لا اششبيل جان فوسبل نعم انا احب لعب كرة القدم في حالة الاسبات يعني بقول له اه انا بحب لعب كرة القدم طب لو عاوزان فيه في حالة النف بقول لا اششبيل نشت جان فوسبل يعني لا احب لعب كرة القدم ايه بيا شباب بتعلمنا انه لما جاسأل بالفعل في اللغة الالمانية بحط الفعل رقم واحد الفعل بيأتي رقم واحد وبجاوب عليه بحاجتين اما بيا في حالة الاسبات او ناين في حالة النفي ممكن ننفي ايضا بطريقة اخرى ممكن اقول ناين اششبيل نشت اششبيل نشت يعني ايه انا افضل لعب كرة اليد يبقى عندي طريقة اي تين للنفي يا شباب طريقة الاولى ان استخدم كلمة نشت اللي قدامي ديت معناها لا او ليس يعني لا احب لعب كرة القدم او اني استخدم كلمة اخرى بنسميها معلومة اخرى النفي بتغيير المعلومة فوق القلي بتحب تلعب كرة قدم انت بتحب تلعب كرة قدم قلت له لا اذا انا بحب بألعب كوروتياد. يبا انا كده ايه? ما استخدمتش كلمة نشت لفوق لكن جبت معلومة تانية. زي ما قولك انت ساكن في القاهرة. يقولي لا لا اسكن في القاهرة. يبا استخدمت لا هي نشت اللي فوق. طب ممكن تقولي ليه? انا ساكن في اسكندرية. يبا جبت معلومة تانية اللي هي اسمها اسكندرية بدل القاهرة. وما استخدمتش اداة النفي نشت اللي هي ايه? لا. عندي ايضا في راجم الدين فعب السؤال بالفعل وبجاوب عليه بحاجتين دخ او نايد. نشوف مع بعض. لا نستدو نشت دويتش. الا تتعلم الالمانية? او الاستتتعلم الالمانية? انت مش بتتعلم الماني? اجاوب اقول دخ. ايش لا نا دويتش ان دا شول. بلا انا اتعلم اللغة الالمانية في المدرسة. حاجة مهمة جدا يا شباب. عرفنا خلاص ان الفعل بيجر اخام واحد لما اجا اسأل بالفعل اجاوب عليه بيا او نايد. تعلمنا كده من شوية. لكن هنا اخدنا بالنا من حاجة كلمة نشت جات في سؤال نشت معناها قلنا ايه؟ او ليس. دي معناها ان السؤال منفي. ان السؤال منفي. لان استدو نشت دويتش. انت مش بتتعلم الماني? باسسؤال ايه? منفي. في حالة ان السؤال منفي لو هجاوب الاسبات باستخدم كلمة دخ. ومعناها بلا. باستخدم كلمة دخ. معناها بلا. بقول دخ. ايش لا ن Zeus? انداش هولان. يعني انت مش بتعلم اه scariest. انا قول بلا انا بتعلم الماني في المدرسة. ببساطة جدا بستخدم ناين زي ما تعلمنا. مش بتعلم الماني. لا اتعلم الالمانية. او ممكن قلنا ايه? النفي باختلاف المعلومة. قلنا ناين. لأ. بتعلم انجليزي واسباني. يبقى اللي عاوز اتعلمه هنا في الجزء البسيط ده شباب. ان لو السؤال عندي منفي. السؤال عندي لو منفي. بجاوب في حالة الاسبات بايه? دخ. هناك قلنا بجاوب بايه. ايه? في حالة الاسبات. لكن لو السؤال منفي جاوب هنا ايه? بضخ في حالة الاسبات. في حالة النافي ببساطة جدا بستخدم ايه? ناين. استخدم ناين. مسال اخر معايا. هاست دو كاينين هوند. هاست دو كاينين هوند. الا تملك كلب? اليس لديك كلب? مش عندك كلب? كاينين دي قلنا ايه يا شباب? ادايات نفي الاسم. ادايات نفي الاسم. فيعتبر السؤال هنا ايه منفي. بيعتبر السؤال منفي. فعاوز اجابه في حالة الاسباد قلنا بجاوب ايه بقى? بقول دخ. بلا ايش هاب اين هند. انا عندي كلب. دخ ايش هاب اين هند. لو في حالة ناف بقول لا ايش هاب قاين هند. ليه قلت قاينة هنا ما قلتش نشته عشان قلنا قاين او قاينة. بانفي بها ايها شباب الاسم النكرة وهند هنا انا كلب واسم نكرة فبانفي بايه? قاين. والفعل هابن بيعمل اكوزاتيف مفعول به اللي تعلمناه من شوية. وقولنا قاين بتكون ايه? قاينين. بحالة المفعول به. ناين ايش هاب قاين هند. او ممكن اقول ناين لأ تغيير المعلومة بقى ايش هاب اين قاتس انا عندي قطة. والان ننتقل للفعل مشتن معناه يرغب او يود. الفعل مشتن يا شباب معناه يرغب او يود بيتطلب اكوزاتيف يعني مفعول به. فعل مشتن بيتطلب اكوزاتيف زي ما اتعلمنا قلنا مفعول به. ناخد تصريفه الاول بقول ايش مشت ايش مشت دو مشتست دو مشتست عشان منتهب تيه. فزودنا ايه يا شباب اي اس تي. اي اس زي مشت ايضا نفس تصريف الاش. الفعل مشتن يعتار فعل شاز بالنسبة لتصريفه مع ايش. وار واس وزي بيكون متفقين مع بعض. بيكون نفس التصريف. بقول ايش مشت دو مشتست اي اس زي مشت. ذي مشتن. عادي جدا نزود اي ان. اي مشتن. نزود اي تي. عشان ايضا قلنا الفعل منتهب تيه. زي وزي مشتن. بالفعل مشتن يا شباب معناه يرغب او يغد. بيجي بعده اكوزاتيف. مفعول به. بيجي بعده اكوزاتيف مفعول به. ولازم طبعا اكون حافظ تصريفه. لازم يحفظ. بايش بيه لامثلة مشتستو كولة تغنكن. هل تريد ان تشرب كولة? عاو استشرب كولة? الفعل مشتن يا شباب. بيجي معاه مصدر في نهاية الكمله. الفعل مشتن من افعال كيفية او بنسميها الافعال النقصة. فلازم بيتطلب معاه فعل في نهاية الجملة في ايه? في المصدر. زي ما اقول انا بالعربي معناه قلنا يرغب او يريد. ينفع اقول انا اريد واسكت. او انا ارغب واسكت. لأ. لازم يجي معاه فعل في المصدر في نهاية الجملة. بقول انا عاوز اشرب. عاوز اكل. فلازم يجي معاه فعل. هنا معنا السؤال مشتستدوق كولة هل تريد شراب بالكولة? هل تريد ان تشرب كولة? اجاوب اقول ايه? يا نعم اشمشت جان كولة تغنكن. نعم احب ان اشرب كولة. مشتو والمصدر فين? في نهاية الجملة تغنكن. او قول ماين? لا اشمشت كايني كولة تغنكن. ايضا مشت. كمع ايه? مصدر في نهاية الجملة. مثال الاخر مشتن زي كايني زوب اسم. انا تريد ان تأكل شربة. كلمة شربة معناها زوبة. لكن بيجي معها فعل اسن يا شبه. احنا بالنسبة لنا احنا لو انفكر تفكيرنا. يقول انا باشرب شربة. لكن الالمان بيستخدموا ايه معها الفعل? اسن. بيستخدموا معها الفعل ايه? اسن. يأكل. بقول ضخ. هنا السؤال من في? في كايني اهو. عشان كده بجاوب بضخ. حالة الاسبات معناها بلا. ضخ اشمشت زوب اسن. بلا. اريد ان ااكل شربة. او ناين. اشمشت كايني زوب اسن. ننتقل الان لتمرين. اختر الاجابة الصحيحة. نمار اينز. كمت ادم هايت نشت? اعلاني يأتي ادم اليوم. النهاردة ادم مش هيجي. نقط اعكمت هايت. يتراجعوا بيه? يا ضخ ناين كاين. السؤال يا شباب منفي. في كلمة نشت. ودي للنفي. فجاوب في حالة الاسبات بايه بقى للنفي. قلنا ضخ. لو السؤال منفي بجاوب بضخ. في حالة الاسبات. ضخ. ااكمت هايت. نمار تفاي. واس موشتست نقط ايش موشت اين انتسو كاوفن. اريد او ارغب في شراء بدلة. واس موشتست ايه? اا زي اش دو. الفعل اخره اس تيه. فمنصرفه مع ضمير دو. بقول. فاس موشتست دو. ماذا تريد او ماذا ترغب. نمرة غاي. هاست دو اين اوتو? هل لديك سيارة? هل عندك سيارة? اللي نقط اش هاب كاين اوتو. يا طرح اقول ناين يا دو نيشت. تخلي بالناس. سؤال مسبت. يعني مش ما انفي ولا حاجة. اما هجاوب بيا او ناين. قلنا يا في حالة الاسبات. ناين في حالة النافي. فالاجابة فيها ايه يا شباب فيها كلمة كاين. وكوين اتعلمنا ان احنا بينفي بها الجملة. واقول اش هاب كاين اوتو يعني ليس لدي سيارة. يبقى هنا هيستخدم كلمة ايه? ناين. ناين يعني ايه? لا. هاست دو اين اوتو. هل عندك سيارة? ناين? لا. اش هاب كاين اوتو. يعني ليس لدي سيارة. ده اللي تعلمناه في درس اليوم. ازاي يتطفق مع حد في الرأي لو ما اتكلم مع حد ساقول له يا ناين. ناين. او اختلف معه في الرأي واقول له لا. يعني الاسئلة التقريرية. قلنا السؤال بالفعل يعني. وجاوب عليها اما بيا او ناين او ضخ. وازاي يستخدمهم بشكل صحيح. واخيرا ده سمو ضع الفياب مشتن. فعل. مشتن. قلنا معناه يرغب اي واد. قلنا ده فعل ناقص. لازم يجي مع مصدر في نهاية الجملة. بكده نكون انتهينا من درس اليوم. وعلى امل اللقاء في دروس قادمة. داس باس. في الافولك. واند ارس كوتي. تشيس.